نعم مجد عم تامسان أنت وعموم المشاهدين والمشاهدات نحن مستمرون في رصد الأجواء الرمضانية في كافة بلداتنا العربية نتواجد اليوم هنا في بلدة يافة الناصرة تحديدا من ساحة مدرسة مراحل غزلان في يافة التي تحتضن انطلاق برنامج ليالي رمضان للسنة الثالثة على التوالي برامج وفعاليات متنوعة هنا عديدة نرى الوفود هنا الجمعة تتوافت إلى ساحة المدرسة تغص أيضا الساحة بالأطفال الذين جاءوا ليبتهجوا بهذه الأجواء للحديث أكثر عن الأجواء هنا ينضم إلي رئيس مجلس محل يافة الناصرة السيد ماهر خليلي أرحب بأستاذ ماهر بداية أردت أن توجه معايدة لكافة المحتفلين بمختلف المناسبات والأعياد الدينية لكذلك تفضل بداية المنساء الخير لك جميع المشاهدين طبعا إحنا مبت لمعايدة لجميع الطواف المسيحية تم مناسبة عيد الفصح المجيد طبعا شهر رمضان تلاغت العياد مع بعض والكل بعرف أن هذه المناسبة جدا سعيدة على المجتمع العربي ككل المجتمع المسلم والتغت مع أخواننا المسيحية فهي بهجي ما زاد بهجي على مجتمعنا العربي بشكل عام كيف تصف لنا الأجواء في يافة الناصرة وأيضا هنا وأتحدثنا قليلا عن البرنامج وما يتخلله من فعاليات طبعا برنامجنا وضع في يافة هاي السنة المتميز لأول مرة في يافة الناصرة كان لضواء الفنوس لهذه ضواء الفنوس اللي كان في أول بلاد اللي أشع فيها النور على كل المجتمع اليفاوي وأدخل بهجة والفرحة في نفوس أطفالنا وأبناء مجتمعنا ككل طبعا ليالي رمضان المرة التالتة على التوالي في يافة الناصرة وهذه كاملة ميزة تختلف عن باقي السنوات الأخرى اللي هي عبارة عن برامج تربوي وثقافي طبعا تتلأم مع شهر الفضيل واليوم كيف أنت شايف شعبنا وأبناء مجتمعنا اليفاوي العربي مدعو للحضور لهذا البرنامج بداية في الأطفال طبعا برامج دينية طبعا في ناقل برامج غنائية اللي هي رح تشمل كل البرامج اللي هي عن جد رح تعمل الخير والمحبة على أبناء مجتمعنا وإحنا جاعدين جدا بهذا الشهر الفضيل اللي كاعدين نحن بهذه الفترة إذا ما يكون نعطي برامج كمال لعدة أجد برامج منها سيارة رمضان اللي كانت قبل أسبوع ورح تكون أخرى برامج أخرى لقدامك نعم يعني ولابد أن نتطرق أيضا إلى تصادف الأعياد والمناسبات الدينية الفصيح وأحد الشعنين يعني يتزامنان مع شهر رمضان الفضيل كيف ينعكس هذا وكيف يتجسد في بلدة يافت الناصرة هذا الشهر هذا السن كان مميز بداية من يوم المعرأة اللي كانت 8 شهر وعيد الأم وصادف كمان دخول رمضان والأعياد ككل يعني كمان ككل أدخلت البهجة والفرح والكل الربيع اللي عم علينا بالخير وبالمحبة طبعا زواء الكيرونا اليوم إحنا بعد سنوات تنتين كنا محصورين اليوم انطلقنا بشكل كبير على البرامج ورجعت الحياة الطبيعية طبعا إحنا من هنا من طالب الجميع الأخر يلتزم في التعليمات ونكون محاضين على صحتنا ولكن الحمد لله رب العالمين أنه أعزاء علينا هذا الشهر بالخير وبركات وطبعا تلاقى مع العيد الفصيح والكل بعرف كميش أبناء شعبنا متواحدين متلاصقين وبساندوا بعض ما أدراك في هذه المناسبات الطيبة والفرحة كيف تشوف ممكن استثمار أيضا هذه البرامج لاستقطاب الناس وإعادة الحركة الثقافية للبلدات والاقتصادية خصوصا بعد عامين عاصبين يعني فرطوا ماجهة حتى كورونا الحمد لله يعني أن الإعلام جدا كوي نحن نشر على صفحات التواصل الاجتماعي طبعا في عنا ناطق إعلامي اللي هو بجاكل دائم بتواصل والمركز الجماهيري اللي عم ببدو المجدود كبير في إعطاء هذه البرامج والفرحة لأبناء مجتمعنا اليافاوي والحمد لله قاعد تصل لكل واحد وصراحة نفضل شوف الحضور خلال فترة بسيطة كليش وأكيد رح يستمر الحضور أكيد بعد دقائق أو عشرات دقائق رح يتواجد أكتر وأكتر ناس وهذا البرنامج ليالي رمضان يعني لمتى يمتد في يافا؟ عدة رمضان في برامج يافتلنا أصل متميز كان عدة محطات منها كنا في ضوائي الفنوز كنا في صيارة الفرح اللي كانت صيارة رمضان أكيد فيه اليوم ليالي رمضان وبكرة مستمر في مركز الجماهيري في حي اللاقلوم وبعدين رح يستمر عدة نشطات أخرى منها أخرى مرة صيارة البهج والفرحة صيارة رمضان وكمان كان فينا إفطارات في المركز الجماهيري وإفطارات في المجلس المحلي مع كل أطياف مجتمعنا المسنين ودوي احتجات الخاصة وكل أبناء مجتمعنا اللي أتخنى البهج والفرحة في هذا الشهر الفضيل ماذا يتركب الأيام القادمة؟ هناك أيضا العيد الفطر يعني يقترب أيضا وهناك مناسبات أيضا أخرى دينية ماذا يحمل المجلس المحلي في جعبته من نشطات وفعاليات؟ الحمد لله رب العالمين في هذا الشهر كان والعيد كما بشكل خاص رح يكون عدة برامج منها برامج ثقافية وغنائية تتلاءم مع حرمة الشهر نفسه وإن شاء الله رب العالمين احنا من هون بث المعايدة على كل أبناء مجتمعنا ويعم الخير والسلام في هذا الكون ككل احنا ناس دعاة سلام دعاة محبة وبهذا الشهر الفضيل متمنى لأبناء مجتعبنا لمجتمعنا اسكان في الأقصى واسكان في الأقصى الخير والمحبة وطبعا من عيد من هون معايدة خير ومحبة لأبناء المجتمع كإنسانية عملت جمعنا الإنسانية للشعب اليهودي والأخوان المسيحية والأخوان الإسلام عملنا آخر إشيء المطاف بجمعنا الإنسانية وهي إنسانية أقوى من كل إشيء نعم السيد مهر خليلي رئيس مجلس محلي يافت الناصرة أريد أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة نعم يعني مجد زخم كبير من الفعاليات في كافة البلدات العربية بمناسبة شهر رمضان الفضيل هذه الأجواء في يافت الناصرة أجواء رائعة مميزة فعاليات متعددة ترسم الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال وتدخل الغبطة إلى قلوبهم أنقل إليك البث في الاستيديو نعم مراسلنا رازي تطور كنت معنا من يافت الناصرة شكرا جزيلا لك أما الآن ننتقل إلى مراسلنا ياسر العقبي في النقب الذي رصد لنا أجواء رمضان في قرية الزرنوق نعم أهلا وسهلا بكم من قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف في النقب حيث يعيش هنا في هذه القرية نحو خمسة ألف نسمة لا يستطيعون حتى أن يبنوا بيوتهم بسبب عدم وجود ترخيص لهذه القرية الأهل هنا يحاولون جاهدون بالعمل على التلقي الاعتراف كان هنا إفطار جماعي عربي يهودي لمنتدى التعايش السلمي في النقب وهو منتدى طبعا معروف منذ أكثر من عقد من الزمان يعمل من أجل تقارب تقريب وجهة النظر بين العرب واليهود وكذلك العمل على الاعتراف بأكبر عدد ممكن من القرى معنا أيضا البروفيسور أورن يفتخيل وهو محاضر في جامعة بن قريون أول شيء كل عام أنت بخير حقيقة يعني كان يوم مشهود وكان يوم مميز البروفيسور أورن نعم أولا رمضان قريم الجميع وبيسخ الصميح كان يوم ممتاز كان وجبة مشتركة كان عاجوا كثير ناس ويعني مثل الحياة المشتركة في النقب وداد الجاو الكراها العدوان في سياسة وفي إرهاب وفي كل الأشياء نحن مع العرب في النقب مع المستوى مع الاتراف للزرنوك كاريا خمس ألف ناسمه في السنة 2022 بدون ماي بدون كهربة عيب على دولة إسرائيل نعم يعني هي رسالة واضحة لأن العرب واليهود في ظل التحريض الأرعنة الذي نشهده في الفترة الأخيرة ضد عرب النقب بأن نحن نريد العيش معا نحن نريد العيش بصورة مشتركة طبعا طبعا نحن نريد التحريض التحريض لا يوجد هذا المستقبل يوجد هذا المستقبل المستقبل مستوى المستقبل على الكرامة الأرابي اليهود engineers والعرب وعني اليوم انìnنا هذا لا ممكن حكوا الناس حكوا على المستوى حكوا على المستقبل المشترك حكوا على سلام المستقبلية عيش آل準備 نسيط للحكي على سلام لكن المستقبل يجب أن يكون السلام هناك شعبين على هذه الأرض ويجب أن نعيش مع بعض أشكرك جزيل الشكر البروفيسور أورن يفتخيل المحاضر في جامعة بنغريون ومعنا أيضا الأستاذ السيد محمد أبو قويدر وهو من بيت الضيافة والذي استضاف هذه المجموعة من العرب واليهود حقيقة كان يوم الشود كما قال البروفيسور أورن يفتخيل وكان يوم حقيقة ناجح جدا بكل المعايير نعم استضافنا اليوم في بيتنا في قرية الزروق مجموعة منتدى تعيش السلمي في النقب من أجل الإفطار الجماعي وكذلك الجلوس معا والحديث معا بمناسبة رمضان وكذلك عيد الفصح كان رائعا جدا أن رؤية المجتمع العربي واليهودي يجلسون مع بعضهم ويتحدثون بكل صراحة وموقعية كان جيد جدا أعتقد وكان أيضا تشعر بالسعادة لا يوجد كراهية في هذا المجلس وكان الناس مبتسمون ويأكلون مع بعض هذا يدل هذا يدل على أننا نستطيع أن نعيش مع بعض نستطيع أن نبني مستقبل أفضل في هذه البلاد أنا أعتقد أنه لا مفر إلا أن نعيش معا لا يوجد حل بديل ولا آخر غير العيش الكريم والمستوى والعدل في هذه البلاد نعم السيد محمد حقيقة أنت كعضو لجنة المحلية في قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف تعمل منذ سنوات طويلة من أجل الاعتراف بهذه القرية هل تستطيع أن تقول أن هناك أفق بالنسبة بكل ما يتعلق بقضية الاعتراف؟ نعم يوما بعد آخر تزداد قناعتنا وإيماننا بأن الاعتراف قادم وسيكون يوم من الأيام قريبا إن شاء الله نحن بخطة ثابتة نحو ذلك لقد كانت لنا في الفترة الأخيرة جلسات مع سلطة تطوير البدن من أجل القيام بهذا العمل من أجل النيل الاعتراف وهناك خطوات تتم في الفترة الأخيرة ونحن كلنا ثقة بأهلنا ومجتمعنا أنهم سيسمدونه هنا وينلونا حقوقهم في هذه القرية كيف يعني يقضي الأطفال الخاصة والرجال والنساء أوقاتهم في ظل شهر رمضان الفضيل في هذه القرية غير معتربها تكاد تكون القرية خالية في ساعة النهار وبعد الأفطار يخرجون الناس من بيوتهم يذهب للتسوق ومن يذهب للمشتريات وكذلك لزيارة الجران وتادية صلاة الترويح جماعة وكذلك يخرجون الأولاد لبعض الساحات التي موجودة كما تعلمون القرية غير معتربية ليجد ساحات العاب لكن بعضهم يخرج إلى الشوارع ويخرج إلى ساحات العرب يخرجون ويتحدثون ويلعبون الأولاد في أماكن خطرة لكن يخرجون في ساعة المساء لأنه في ساعة النهار حم وصعب يخرجوا الأولاد من هذا المساء نعم أشكرك جزيل الشكر محمد أبو قويدر كنت معنا في هذا اللقاء الخاص بعد الإفطار الجماعي العربي اليهودي الذي كان هنا في قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف والتي طبعا تناضل منذ أكثر من عقدين من الزمان من أجل الاعتراف في هذه البقعة خمسة آلاف نسمة بدون ماء بدون كهرباء غير هذا الشارع البسيط الذي يربط المدرسة هنا مدرسة ابتدائية وكذلك مدرسة ثناوية مسجد ودكاكين تخدم الناس ولكن في نهاية المطاف الدعوة هي صريحة جدا التي خرجت من هذه الجلسة من هذا المجلس هو أن يتم الاعتراف بهذه القرية لأنه حق لهذه الشريحة السكانية التي تعاني الكثير على مدار كل العام